أعلن قائم مقام قضاء الجرمة أحمد مخلف أن 70% من خطة المشاريع المعدة للقضاء أنجزت خلال العام 2022 وأوضح مخلف أن من بين هذه المشاريع التي أنجزت خلال العام الماضي سبع دوائر حكومية وأربع مدارس إضافة إلى طرق حيوية يحتاج إليها القضاء بدورهم ثمن أهالي القرمة حملة المشاريع التي نفذت في القضاء خصوصا المشاريع الخدمية منها استكملنا بعض القطاعات المهمة في القطاع التربية كان هناك حوالي أربع مدارس تم تنفيذ خلال هذا العام 2022 وأيضا استكملنا الطرق الرابطة بين مركز القضاء وضواحي القرى المجاورة امتدادا إلى النواحي القضاء فتي والقضاء محتاج إلى دوائر ولهذا استكملنا بنايات سبع دوائر خلال عام 2022 نحن كمواطنين في قضاء القرمة سعيدين جدا بحملة الإنجازات على مستوى الدوائر الخدمية على مستوى شبكة الطرق على مستوى شبكة المياه والمجاري التي تقوم بها الدوائر الحكومية في قضاء القرمة طبعا قضاء القرمة يشهد اليوم استقرار الأمني وهذا الاستقرار الأمني يواكب عمليات التطور والإعمار في هذه الدوائر